يا علي لا يا عم جد الله ماقدرش اغنيها انت واهل حتتي عارفين اللي فيها اخاف الجمهور علي يا صور ده متحملين اشعاري بالعافية اعلم عن مولد نجم جديد من شارع محمد علي الاستاذة علي يا علي يا ابني مفيش مستحيل ومش لقين لك يا ابني بديل وبعدين اغنية الايدين من تأليفك وكلامك لازم توصل للناس وتوصل لهم سلامة خلاص يا عم جد الله هغني والله يعني اهي علقة تفوت على كام شلوت فقرة كومدية بعنوان اتمدت الايدين اتمدت الايدين ترقعت على الخدين نزلت دموع العين وتكهربت الدنيا ما بين الاتنين قال لها الكلمتين هتروحي فين هتروحي فين قالت اهين اهين انا عندي مشكلتين خدي مليت جراح وعيني نرها راح وفيك هعمل تقرير واحجز في المستشفى سرير ورجعك شحات فقير واحكي لهم الحكاية علي عملت معايا من البداية للنهاية وسيبك حزين مهموم او موتك مسموم وكتر الكلام ملوش لزوم ملوش لزم العتاب خليك كده في عذاب خلاص بئنا اغراب وحياتك هتبقى خراب وكإن حكايتنا كانت صراب وهتمشي حافي وهتمشي حافي لجزمة ولا شراب بتمد علي الإيدين هتروح مني فين ويلا مع السلامة يا جوازي تنداما ويلا مع السلامة يا جوازي تنداما اتمنى محدش يعيط المفروض قصيداكم دي ولازم كلنا نزيط ونادي الوقتي مع السلامة قبل ما تتمد علي الإيدين ومش هقول لكم رايح فين